بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم ونتناول في هذه الوحدة الوحدة الثالثة أساليب قياس وتشخيص صعوبات التعلم وسنتناول اليوم الدرس الأول بعنوان قياس وتشخيص صعوبات التعلم طبعا يعد موضوع صعوبات التعلم من الموضوعات الجديدة نسبيا في ميدان التربية الخاصة ولذلك تعرف هذه الفئة على أنها تلك الفئة من الأطفال والتي تعاني من الضرابات في واحدة وأكثر من العمليات النفسية الأساسية والتي تتضمن فهم واستعمال اللغة المكتوبة أو اللغة المنطوقة والتي تبدو في الضرابات السمع والتفكير والكلام والقراءة والتهجية والحساب والتي تعود إلى أسباب تتعلق بإصابات الدماغ البسيطة الوظيفية ولكنها لا تعود إلى أسباب تتعلق بالإعاقة العقلية أو السمعية أو البصرية أو غيرها من الإعاقات طبعاً مظاهر صعوبات التعلم تبدو مظاهر صعوبات التعلم لدى الأطفال ذوي صعوبات التعلم في عدة مظاهر منها صعوبة إدراك الطفل للأشياء والتمييز بينها وخاصة الأشياء المتجانسة أيضاً استمرار الطفل في النشاط من غير أن يدرك انتهاء المهمة ثالثاً اضطراب السلوك الحركي لدى الطفل وخاصة المهارات التي تطلب التعازر البصري والحركي أيضاً لدي ما يسمى بالنشاط الزائد لدى الطفل وأيضاً الاضطرابات اللغوية وهذه الاضطرابات طبعاً تبدو في مظاهر صعوبات القراءة وصعوبة الكتاب وتأخر ظهور اللغة وأيضاً صعوبة تركيب اللغة وفقدان القدرة المكتسبة على الكلام أيضاً عندي تدني التحصيل الأكاديمي لدى الأطفال ذوي صعوبة التعلم طبعاً حيث يظهر هؤلاء الأطفال تباين واضحاً بين قدراتهم العقلية وبين تحصيلهم الأكاديمي طبعاً في موضوع قياس وتشخيص صعوبات التعلم ساهمت عديد من العلوم في تفسير وقياس وتشخيص حالات الأطفال ذوي صعوبات التعلم مثل علوم الطب والأعصاب والسمعيات والبصريات والجينات والعلم النفس والتربية الخاصة طبعاً كل علم من هذه العلوم ساهمة في تفسير ظاهرة صعوبات التعلم طبعاً العلوم الطبية مثلاً فسرت هذه الظواهر موجهة نظر طبية ترتبط بالأسباب المؤدية إلى مظاهر صعوبات التعلم من حيث فسرت أيضاً العلوم الإنسانية مثلاً فسرت هذه الظاهرة من حيث العوامل البيئية المؤدية إلى حدوث حالات صعوبات التعلم طبعاً يعني ساهمت كل منهما في قياس وتشخيص هذه الظاهرة يعني التشخيص الطبي مثلاً يتضمن دراسة الحالة وأسبابها الوراثية والبيئية وخاصة في صعوبات التعلم نتكلم عن حالات التلف الدماغي المصاحبة لحالات صعوبات التعلم طبعاً في حينه التشخيص النفسي والتربوي يركز على قياس مظاهر تلك الحالات وخاصة مظاهر اللغوية والتحصيلية والإدراكية والعقلية وهكذا طبعاً خطوات قياس وتشخيص صعوبات التعلم تتلخص في خطوتين رئيستين أول حاجة إعداد تقرير عن حالة الطفل العقلية طبعاً ذلك يكون بواسطة إيش؟ يكون بواسطة اختبارات الذكاء المعروفة كمقياس ستانفورد بنية أو مقياس وكسلر طبعاً هذا التقرير هنا نهدف منه إلى التأكد من أن الفرد لا يعاني في أي شكل من الأشكال من تدني في قدرته العقلية دون متوسط الذكاء بنحراف معياري واحد اثنياً إعداد تقرير عن حالة الطفل التحصيلية الأكاديمية وذلك بواسطة اختبارات التحصيل المدرسية أو المقننة ويهدف هذا التقرير إلى التأكد من تدني التحصيل لدى هذا الطفل التحصيل الأكاديمي في مادة أو في أكثر والذي لا يفسر بعوامل حسية أو عقلية أو أسرية أو مدرسية طبعاً في عديد من المقاييس التي وضعت لذوي صعبات التعلم ومن هذه المقاييس مقياس الينويل للقدرات السايكو اللغوية ومقياس مايكل بست للتعرف إلى الطلبة ذوي صعبات التعلم ومقياس مكارثي للقدرات المعرفية ومقياس دريل للسمع القراءة ومقياس ديترويت للاستعداد للقلم ومقياس ماريان فروستج للإدراك البصري وفي دروس لاحقة سنتناول بعض هذه المقاييس بشيء من التفصيل اشتركوا في القناة